نستمع إلى زيزو في الشوط الثاني وبعد ذلك عندما تلعب أمام عشر لعبين الأمور أسهل كثيرا خاصة الصبر أعتقد أنها هي كلمة السر لأن بايرن تقدم وعانيتم وبعد ذلك كانت ضربة الجزاء نعم لم تكن هي ضربة جزاء ولكن هذه الأشياء تحدث وبإمكانها أن أن تكلفك غاليا إذا كانت النتيجة 2-0 ولكن مع الصبر والإرادة القوية نحن خرجنا لتحقيق الفوز وعرفنا كيف نعاني وأعتقد أنها كانت نتيجة إيجابية وفوزنا ولكن تبقت مباراة العودة في مدريد وأعتقد أن المواجهة لم تحسن بعد ضربة الجزاء كانت واضحة إذا كانت هناك تقنية الفيديو وكان بإمكان ذلك أن يكون أكثر وضوحا أنا سعيد أننا تخلفنا 1-0 فقط في أشوط الأول وبعد ذلك حققنا أشوط ثاني أفضل كثيرا وأعتقد نشعر ببعض الإحباط لأننا كانت لدينا فرص عديدة ونحن نلعب أمام 10 لعبين ولكن كان هناك حارس وربما حائط ليس بحارس مرمى وأسأل الأخير رأيناك تصافح بيرنتينو بيريس وتهني خاصة اللاعبين أعتقد أن ما فعلناه اليوم لعبنا بشخصية قوية وأدينا مباراة كاملة وحققنا الفوز ونحن سعادة جدا شكرا انتشار ممتاز جدا لزيزو والريال خارج ميدانو أمام البير لكن تبقى مباراة العودة كما ذكر زيزو وفي العادة البير ما بع البير يلعب أحسن خارج ميدانو